كم انتظر المزارعين في القنيطرة أن يكون موسم جني ثمار التوت لهذا العام أفضل من السنة الماضية لكن الصدمة لمعظمهم كانت كبيرة إنها ثمار التوت التي يعتش منه الكثير من الأبناء في المحافظة مشكلته هذه السنة انتشار ظاهرة الشبشلة ما جعل الإنتاج يختلف من حقل لآخر وينخفض لهذا العام إذ قدر الإنتاج الأول 380 طن لاحظنا السنة الموسم التوت مقارنة مع الموسم السابق خاصة في المنطق الشمالي أقل إنتاجا بسبب تعرضه لبعض الظروف الجوية طبعا شاشة التوت تحتاج إلى بعض الخدمات ومنها عمليات التقليم وعمليات تسميد بشكل أساسي المشكلة الأساسية هي ظاهرة الشبشلة أو ما يسمى فشل العقد أخوة الفلاحين يسموها الشبشلة طبعا نتيجة الأبحاث التي تمت بجانعة دمشق بالتعاون مع مدرية الزراعة طبعا تبين أنه هي عبارة عن مرض وراثي طبعا خلال في جينات الوراثية وطبعا راح يكون فيه إلى حد إن شاء الله وهذا نحن ننقل للأخوة الفلاحين من خلال عدة نشاطات إن شاء الله تبلغ المساحة المزروعة بشجرة التوت حسب إحصائيات مديرية الزراعة لعام 2024 أكثر من 1300 دنم وقد قدرت مديرية الزراعة قدرت الإنتاج الأولي بحوالي 380 طون نتابع وقع المحاصيل والأشجار المثمرة وبناتهم التوت من أول الموسم لآخره يعني منقدر الإنتاج ومنشوف شو وضع الإنتاج فيه أمراض ما فيه أمراض هذا في عنا كالتوت معروفة المشكلة المعروفة أنها بالمحافظة هي ظهرة الشابشة لي وقدمنا النصائح من شاءنا إن شاء الله وبالأخير بنعمل تقرير مفصل عن الواقع الإنتاج وإن شاء الله الأسعار كانت مرة بخير للفلاح العم أبو علي لم يفوته يوما دون الاهتمام بأشجار التوت حاله كحال الكثير من المزارعين في محافظة القنيطرة الذين يعملون بجد في هذا الموسم إذ يوفر التوت فرصة عمل للأبناء الذين يستفيدون من خبرتهم في جني الثمار كونه يحتاج إلى خبرة في القطاف تغيب عن المعظم المشكلة الوحيدة هنا أنه عبصير فيه شابشلة الشابشلة بده درجة حرارة درجة برودي مثله مثل التفاح لحتى يعطي إنتاج أكثر كلما كان الجو بارد ومنزل درجات سقيع وجليد بفصل الشتاء بيعطي الإنتاج أفضل ومنطلب من المعنيين بالزراعة أنه في أي مساعدة ثانية للفلاح كأسمدي أو غيره يساهم بعملية زيادة الإنتاج لأنه هون عند العم أبو عالي السنة النسبة مقبولة بغير محلات هلأ حالياً ما في إنتاج خمسة بالمئة من كل سنة لإنتاج التوت بالنسبة للمطارب المطارب فيها فإحنا بحاجة سماد لتحسين الإنتاج وبدنا كمان مادة بالنسبة للمحروقات بدنا كمان مازوت وإن شاء الله توصل للجهات المعنية ويقوموا بواجبها بتموسم هذا العام حضوره على الرغم من كل الصعوبات التي يعاني منها المزارعون من ارتفاع أسعار الأسمدة وعدم توفر مادة المزوت وتلاعب بعض التجار بالأسعار آملين من الجهات المعنية النظر إلى حالهم وتحقيق مطالبهم ليظلوا قادرين على القيام بعملهم وتحسين الإنتاج مي أبو دقة لقناة سما الفضائية القنيطرة